اعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج عن مقترح سياسي من دسع نقاط للخروج من الأزمة في البلاد تتصدرها انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس 2018 أهلا بكم نتوقف عند هذا المشهد لنناقشه من زاويتين قابلية تنفيذ بنود خارطة الطريق التي يقترحها السراج وهل سيفتح اللقاء المرتقب بين السراج وحفتر المجال أمام حل توفقي بين الأطراف الليبية المزيد من الإضاءات في تقرير رؤوف فتحاني بعدها نفتح النقاش مع الضيوف الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس 2018 تفرز رئيسا للدولة وبرلمانا جديدا هي أول خطوة في خارطة الطريق المقترحة من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج للدفع بالحل السياسي في تسعي نقاط شرح السراج رؤيته لإخراج ليبيا من دوامة الانشقاق التي تعيشها البلاد منذ انهيار نظام القذافي في 2011 مشروع سياسي تضمن أيضا الحث على مواصلة العمل بالاتفاق السياسي للسخيرات وحكومة الوفاق الوطني مع إعداد مشروع قانون الانتخابات ومقترح التعديل الدستوري وتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات بالإضافة إلى وقف الاقتتال في جميع أنحاء ليبيا مع مواصلة مكافحة الإرهاب وضمان وحدة المؤسسات السيادية حسب المتتبعين فخارطة الطريق التي أتى بها السراج هي استكمال لما أتى به اتفاق السخيرات في 2015 الذي لاقى تحفظات من أطراف ليبيا مسعى رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتزامن مع تعيين اللبناني غسان سلامة مبعوثا أمميا جديدا خلفا للألماني مارتن كوبلر من أجل إعطاء نفس جديد لمصاري الحل السياسي للأزمة الليبية تزف إليك اليوم قواتك المسلح وقبلها بأسبوع يعلن الماريشال خليفة حفتر قائد الجيش الليبي عن تحرير مدينة بنغازي من سيطرة الإرهابيين لتلتحق بنظيرتها سيرت المحررة نهاية 2016 بين القبضة العسكرية والطرح السياسي لقاء مرتقب بوساطة إماراتية بين حفتر والسراج لقاء قد يرسم ملامح غد بالانقسام في وقت يبقى أمل الليبيين أن يعيشوا يوما بلا صوت رصاص أهلا بكم ولمناقشة الموضوع أسعد باستضافة السيد إبراهيم محمد السيركسية وهو ناشط سياسي ليبي أهلا بك سيدي كما أرحب بسيد عبدالقادر دريدي وهو صحفي بالقسم الدولي لوكالة الأنباء الجزائرية أهلا بك البداية معك سيد إبراهيم محمد إذن في ظل الإنقسامات والخلافات السياسية والعسكرية في الميدان هل يمكن حاليا تنفيذ خارطة الطريق التي يقترحها فايز السراج على الليبيين أم هي مجرد نقوس خطر فقط؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم السلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين تحية لكم وكذلك تحية الإيداع الموقرة شكرا لشعب الجزائري وكل المهتمين من الإخوة الجزائرين بالملف الليبيين فيما يتعلق بالسؤال الذي سبقا طرحتي وهو المبادرة التي أطلقها السيد فايز السراج هذه مبادرة أعلن أنها مبادرة شخصية لم تكن وليدة دراسة من المجلس الرئاسي بالنظر إلى ما حملته من عدة نقاط لم يتبين من هذه المبادرة آلية تنفيذ هذه المبادرة عبر بنودها التي تضمتها بداية من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمصالحة ووقف إطلاق النار وغير ذلك من النقاط التي وردت بهذه المبادرة لكن بالنظر إليها نجد أنها تفتقد إلى الآلية تنفيذها مثلا إذا نضلنا إلى النقطة الأولى وهي التي تعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية نحن هنا نحتاج إلى قانون انتخاب يبين صلاحية الرئيس وصلاحية ملامح الدولة كذلك إجراءات الانتخابية هنا نحتاج إلى الجهة التشرعية وهنا البرلمان بالنسبة للمشاهد الليبي البرلمان في ظل الانقسام السياسي الموجود حاليا سواء كان في البرلمان أو من كافة الأطراف السياسية الأخرى وإذا من نظرنا إلى النظر في المجلس البرلمان باعتبار الجهة التشرعية هو أصلا لم يستطع أن يجتمع منذ أشهر وبالتالي من الاستحالة أن يتم الاجتماع على قانون البرلمان ما لم يكن هناك اتفاق سياسي ولو بالحد الأدنى ما بين الجميع الأطراف السياسية المتصارعة خاصة أن البرلمان هو في ظل الانقسامات الداخلية فمن منستبعد جدا أن يتم الوصول إلى تشريع أو قانون ينظم العملية الانتخابية بالتالي النتيجة تكون أن الطرح مجرد طرح لا أكثر ولا أقل لا يمكن تطبيقها باعتبارها هو يفقد للألية يفتقد للألية التي كان من الأولى طرح المشروع إن كانت النوايا صادقة فعلا يطرح المشروع وتطرح آلية تنفيذ هذا المشروع وتكون واضحة للجميع إذن في هذه الحالة عبد القدر يدري كيف يمكن لحكومة الوفاق الوطني إذا كان هو مجرد مشروع كيف يمكنها إقناع كل الأطراف الليبية بالنضمام إلى مسعى فايزة سراج هذا هو المشكلة أولا هل تتفقون مع الطرح السيد محمد إبراهيم طبعا في البداية لو سمحت لا يجب أن من أجل فهم هذه المبادرة يجب أن نضعها في سياقها الدولي في سياقها الجيوستراتيجيي نصح القول لأن الأزمة الليبية هي أزمة دولية لم تصبح أزمة وطنية ولهذا فمن أجل فهم أي مبادرة أو أي عمل سياسي في الداخل الليبية يجب فهم طبيعة المعطيات الدولية هذه المبادرة تأتي بعد أشهر من أو بعد أسابيع من تصريح الذي صار بعد دعوة خليفة حفتر أن أمهل السياسيين ستة أشهر قبل التدخل العسكري وحسم الأمر تأتي كذلك بعد أسابيع من تنصيب المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا تأتي كذلك بعد اجتماع تأتي يعني ليس بعد اجتماع ولكن اجتماع الأخير للاتحاد الأوروبي الذي يعني اجتمع أولا من أجل تدارس مشكلة الهجرة القادمة بشكل أساسي من ليبيا التي أصبحت بوابة مفتوحة على الضفة الشمالية وعليه تم التأكيد على دعم الحكومة الوفاق الوطني ودعوة كل التنظيمات المسلحة أو الجماعات المسلحة في ليبيا إلى الدخول في الشرعية الدولية أو على الأقل إلى وقف الاقتتال فقط هنا أين دور حكومة الوفاق الوطني؟ كيف يمكنها أن تقنع هذه الأطراف الليبية ذات الوجهات والنظر المختلفة بأن تكون أن تنظم إلى هذا المسعى؟ هذا هو المشكلة منذ تأسيس من حكومة الوفاق الوطني بناء على الاتفاق السياسي لم يتم عرأة بالصدع بين الفرقاء الليبيين هناك برلمان في الشرق رفض المجلس الرئاسي وهناك حكومة الوفاق الوطني التي تسير البلد ومعترف بها دوليا وهذا الانقسام الذي يجب جمع كل الأطراف الفاعلة فيه من أجل التوصل إلى قاعدة أساسية ثم بعد ذلك الذهاب إلى طرح خارطة الطريق أنا في تقديري هي خارطة الطريق ضرورية ولكنها ليست لها قاعدات ووفقية أساسية من أجل النجاح أستاذ محمد إبراهيم الجميع يدرك العراقيل التي تحول دون تطبيق الكامل لاتفاق سخيرات الاتفاق السياسي من بينها وهو عدم الاعتراف به من طرف برلمان طبرق المنتهية عهدته برأيكم ما الذي جعل أو ما هي المعطيات التي جعلت فايز السراج يقترح هذا المخطط؟ هو الإضافة لما طرح الزميل التي تعلق بتغير بعض الوقع في المشهد بشكل عام بالتالي ليس بالإمكان الخروج من النفق إلا الاتفاق السياسي والبحث على الاتفاق الأطراف السياسية على الحد الأدنى من الاتفاق السياسي فيما بينهم وما في ذلك حتى البرلمان باعتباره حاليا يأخذ شكل الطرف السياسي وليس كبرلمان كجهة الشرعية فقط وإنما هو كطرف خصم إسوة بالخصوم الأخرى كمجلس الدولة أو المجلس الرئاسي الذي كنا نعتقد أنه يكون بعيد عن الصراع وأنه يأخذ خطوات متقدمة خاصة فيما يتعلق بمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطن وبالتالي ينتقل إلى إيجاد وسيلة لجمع الفرقاء السياسيين على حل المشترك لكن الابتعادة عن المهام الأساسية وهي إيجاد حلول المعيشية المواطن من السيولة والكهرباء وغير ذلك والانطلاق إلى البحث عن المعالجة السياسية هو كطرف أصبح بعيد عن المهام الأساسية التي كلف من أجلها إلى أن أصبح أحد الأطراف التي تتصارع لإيجاد حلوله ربما تبتعد عن مصلحة البلد وتقترب إلى المصالح الأطراف السياسية يعني حسب رأيكم خارطة الطريق التي يقترحها فايز السراج هي لا تخرج عن الاتفاق السياسي الموقع عليه أم هي بديل عن الاتفاق السياسي هو حاليا إذا تمشأت الأطراف مع الاستحالة التنفيذ أنتم مع استحالة التنفيذ نعم لعدم موجود الألية لكن هذا أوتوماتيكيا بمجرد يعني لو قدر لها أن تكون أوتوماتيكيا أن ينتهي الاتفاق السياسي وبالتالي ستكون بديل باعتبار أن هناك رئيس ورئيس يعني رئيس لبلاد وكذلك جهة تشريعية يلي هو برلمان جديد وبالتالي تنتهي هذه الأجسام وينتهي الاتفاق السياسي لكن إلى حين انتهاء الاتفاق السياسي يجب أن يتم عبر يعني عبر الآلية التي من ممكن تطبيقها وهي الموجودة في الاتفاق السياسي حاليا باتفاق الأطراف السياسية عبر الآلية الموجودة والاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي الذي هو جسم من الأجسام الوليدة عن الاتفاق السياسي الحل الحالي الموجود الالتفاف على الاتفاق السياسي من جميع الأطراف محاولة إيجاد الاتفاق السياسي ولو بالحد الأدنى هناك مبادرات من الدول الجوار بالإمكان دعمها أو دعم الاتفاق السياسي عبر هذه المبادرات إيجاد حل المجلس الرئاسي بحيث أنه يمكن يتم تقلصه إلى العدد الذي بالإمكان أن يعمل به لأنه يكون رئيس ونائبين فقط وبالتالي نبتعد عملية الانقساب الموجودة أصلا هي حتى في المجلس الرئاسي طيب عبد القادة دريد في إضافة إلى ما قال الأستاذ مبادرة سراج جاءت الانتفاق السياسي سينتهي تقنيا العمل به في ديسمبر المقبل ومبادرة سراج جاءت من صح القول مضغوطة بالزمن هذا يعني لو انتهى العمل بالاتفاق السياسي في ديسمبر ستدخل ليبيا مرة أخرى في شغور سياسي وفي شغور قانوني ولكن من غير ربما بالنسبة لي أنها من غير المفهوم في مبادرة سراج أنها جاءت تبدأ تطبيقها في مارس يعني الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المشتركة في مارس هذا ما يمكن أن يدخل ليبيا ثلث أشهر في شغور قانوني أو شغور شريعي ثلث أشهر كاملة هناك نقطة مهمة هل تعتقدون أنه سيكون لآليات مثل لجنة الحوار الوطني ولجنة سياغة الدستور هل سيكون لها دور في تنفيذ خارطة الطريق طبعا وكذلك لجنة التحذيرية المصالحة الوطنية أنا في تقديري الخاص هذه الليجان حملت نوعا ما بصمات المقترب الجزائري في حل الأزمة الليبية الجزائر من خلال الزيارات أو من خلال آلية دول جوار ركزت على ضرورة تحقيق مصالحة وطنية بين كل فرق الليبيين ليس السياسيين فقط ولكن كذلك الاجتماعيين من أجل الذهاب إلى تطبيق أي مشروع سياسي أو آخر فيما نتعلق بالما ذكره الأستاذ مسألة العودة إلى بنود الخارطة الطريق باعتبار أنها تفقد الألية إذا أخذنا مثلا على سبيل المثال وقف اطلاق النار أو المصالحة هناك عدة قرارات اتخذت بإنشاء مجالس للمصالحة ولجان المصالحة لا ندري أي مصيرها أو العمل الذي كلفت به وما نتائج عمالها ولماذا لا يبنى على ما سبق بحيث أنك أنت تنشي مجلس جديد يحتاج إلى مصاريف إلى ترتيب من يشكل هذا المجلس إلى غير ذلك إذن المسألة التي تتعدى كسبا للوقت بقاء الأجسام موجودة حاليا إلى أكبر أبعد نقطة أبعد نقطة وبالتالي هذا يكون عائق ويكون كاهل على المواطن والبلد سنعود إلى هذه التخصيل من جزء الثاني الخط الرئيسي الذي هو العودة أو التمسك باللجنة الدستور بحيث أنها تخرج سريعا بمسودة الدستور للاستفتاء للخروج من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة طيب شكرا نأخذ فاصل ولا العودة أهلا بكم من جديد في خلف المشهد عقد آخر لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والمريشال خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مطلع ماي الماضي ومن المرتقب أن يلتقي الطرفان مجددا برعاية إماراتية في مدينة برقة الليبية أستاذ محمد إبراهيم إذن عقد أول لقاء معلن بين فايز السراج وخليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ويقال من المرتقب أنه سيكون هناك لقاء آخر مجدد برعاية إماراتية دائما في مدينة برقة الليبية ولن نريد أن نعرف ما هي أهمية هذا اللقاء بين الطرفين في الظرف السياسي والأمني حاليا بعتبار أن اللقاء ما بينهم بعتبار أنهم الأحد يعني كل منهما طرف رئيسي موجود في الساحة وبالنسبة للقائد الجيش السيد المشير حفتر وكذلك السيد فايز السراج سبق أن نلتقيها فعلا بأبو ظبي كانت من نتيجة اللي هو الإقرار حفتر بأن تكون المؤسسة العسكرية تحت رئاسة أو تحت تعليمات أو أوامر السلطة المدنية في البلد وهو يعتبر إنجاز جيد ربما يبنى عليه فيما يتعلق بمعالجة السلاح وكذلك المجموعات المسلحة وتنظيمها وإيجاد حلول بالإمكان ما بين جميع الأطراف لانضمام القوات الجيش الموجودة خاصة النوجودة في الجنوب وكذلك في المنطقة الغربية والوسطى باعتبار أنه أكثر من 60 أو 70% من الجيش الليبي موجود في المنطقة الشرب الجنوبية والغربية والوسطى وبالتالي هذه اللقات ربما تساهم في حل حل بعض الأمور لإيجاد تسوية ما بين الأطراف وهو الأطرافين يعتبروا من الأطراف السياسية الموجودة أريد قادر موقف التفاوض عند الماريشال خليفة حفتر تعزز بعد تحرير بن غازي وقبلها سيرت من سيطرات الإرهابيين يعني كيف يمكن ترجمة هذه الانتصارات الميدانية؟ ليس فقط تحرير ولكن كذلك سيطر على الهلال النفطي بما فيه من أربعة موانئة رئيسية التي تعد معظم الصادرة النفطية من أربعة موانئة زويتية، صدرة ورسلانوف ومن الآخر طبعا الأوضاع في الميدان هي التي تعزز أو تضاعف من موقف كل طرف على طاولة المفاوضات ولهذا خليفة حفتر يدرك هذا جيدا وسعى إلى تحقيق تقدم ميداني بعد ذلك الذهب إلى طاولة المفاوضات أنا أضم صوتي إلى صوت الأستاذ وأقول أن المجلس الرئاسي بقيادة فايز الصراج والجبهة الشرقية بقيادة خليفة حفتر هم أهم فاعلان في الأزمة الليبية ليس الوحيدا ولكن أهم فاعلان في المشهد الليبي وعليه تحقيق تقارب بين هاتين الشخصيتين أو بين هذين القطبان له أهمية كبيرة في مستقبل الأزمة الليبية ولكن يجب إشارة أيضا في هذا السياق أنه كانت هناك صعوبات كبيرة قبلا في تحقيق هذه التقارب هناك خليفة حفتر وعقيلة صالح رفض لقاء فايز الصراج في القاهرة والبند التي تم الاتفاق عليها في أبوظبي بقيت حبرا على ورق لحد الآن ولهذا فنأمل أن يكون الاجتماع المقبل أو اللقاء المقبل أن يأتي بجديد وفعلي أستاذ إبراهيم محمد أعلى ما يبدو أن في ملاحظة ذكر الزميل فيما يتعلق بالقضاء للإرهاب في مدينة سيرت وأنها تانمت تحت رعاية أو بشرعية المجلس الرئاسي من قبل قوات البنيان المرصوص ولم تكن من تحت إمرة المشير حفتر هذا ما أردت أن ننبي بأخذ زميل على ما يبدو أن الخطوة الأولى بعد طرح خارطة الطريق لفايز الصراج هي لقاء حفتر هل هذا كاف لتطويق الأزمة؟ كاف لتنفيذ الخارطة لا يمكن لأن الخارطة تحتاج إلى أمور تقنية لا تحتاج إلى لقاء المشير حفتر أو غيرها تحتاج إلى أمور تقنية تحتاج إلى اتفاق سياسي ولو بحده الأدنى لتمرير ولو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبالتالي يتم ترك البعض النقاط الأخرى حتى للبرلمان القادم أو اقتصاصات الحكومة القادمة بعد انتخاب الرئيس ولكن بهذا الوضع لن تشكل أي إيجابية أو أي حل حلة لتنفيذ هذه الخارطة أصلا لعدم اتفاق الأطراف عليها ولعدم اتفاق الأطراف هم نفسهم أصلا لوجود الانقسامات الشديدة وبالتالي ينعدم تنفيذها لعدم وجود الأمور التقنية التي بإمكان تنفيذها هناك تصريح للخليفة حفتر صرح في أحد الحوارات بأحد القنوات بأن اتفاق الصخيرات لا يمكن أن يبني أي دولة لكن يستطيع هدمها بالفعل مثل ما يريد هدم ليبيا لأن كل ما جرى به منذ البداية للنهاية ما هو إلا عبث ما رأيكم؟ هل هذا حكم مسبق على مبادرة السراج التي لا تخرج عن اتفاق الصخيرات؟ ما رأيكم فيها؟ هو يتكلم هنا على الاتفاق السياسي نعم هذا وجهة نظر أحد الأطراف بينما الطرف الثاني متمسك بالاتفاق السياسي ويرى هنا هو الحل وبالتالي هذه وجهة نظر لأطراف السياسية لا يمكن باعتبار أنها هل هي صح أم خطأ؟ لا هذه عبارة عن وجهة نظر لجد بالأطراف لتحقيق نتائج ومكاسب سياسية ربما هناك اختلاف الأولويات بين حفتر والسراج هل ترون أنا مثلا من بينها دخول العاصمة طرابلوس؟ هل هناك اختلاف في أولوياتهم؟ أكيد كل طرف عندها أولويات هل هذا يعد عائقا؟ هل هذا يعد عائقا؟ لا هناك اختلاف لو سمحت لي أستاذ هناك اختلاف في الرؤى أصلا للحل في الأزمة الليبية خليفة حفتر هو رجل عسكري ويرى في الحل الليبي هو الحسم العسكري أولا ثم الذهاب إلى النشاط السياسي والحوار السياسي كذلك خليفة حفتر يرى في كل مناوئه إرهاب يعني ليس هناك تعريف دقيق لمن هم الإرهاب في ليبيا ولو أنه في بعض التحليلات لبعض المحللين في قرأة في بعض التحليلات الليبي يقول حتى أنه وجود الإرهاب في ليبيا قليل جدا بحيث أنه لا يشكل خطر على ليبيا وأنه الهالة المصنوعة إعلاميا على الإرهاب هي فقط من أجل محاربتها من طرف حفتر وبالتالي فرض يسمح حفتر كمفاوض له قوة على طاولة المفاوضات هذا من بين الرؤى وعليه فالاختلاف هنا من حيث الرؤى الأولية للحل في السراع في ليبيا يتبعه ذلك المقاربات الميدانية بطبيعة الحال نتكلم قليلا عن المبعوث الأممي الجديد هل يحتكم غسان سلامة إلى مبادرة السراج لتقريب وجهات النظر بين السراج والماريشال خليفة حفتر بالنسبة للسيد المبعوث الجديد أولا لم يكن له أي وجود لم يأتي إلى ليبيا حتى الآن لم يباشر بشكل عملي وفعلي ربما تبحث كورقة من الأوراق من طرف من الأطراف ولكن لا أعتقد أنها تكون خارطة للطريق يتبحث سيد أستان سلامة أستان سلامة عليه أنه ينطلق من المبادرات العربية خاصة من مبادرة تونس والجزائر ومصر يتمسك بالاتفاق السياسي وهذا ما عبرت عليه الدول الأوروبية يوم أمس الأول باجتماعهم في فروكسل وبالتالي لإيجاد مجال يتم الاتفاق بشأنه حول جميع الأطراف وبالتالي الدفع بالاتفاق السياسي إلى حين الوصول إلى المرحلة النهائية والدائمة والخروج من المرحلة الانتقالية أما البحت في مقترحات باهيتاك التي اقترحها السراج أو سبق أن اقترحها السيد عقيلة صالح بأتباره مجلس النواب فهذه أمور في عدم وجود ولو حد الأدنى من الانتفاق السياسي بين الأطراف أمور تعبعبة مضيعة الوقت وتأتي على حساب الوطن والحساب المواطن الذي يعاني عبدالقاد الدريدي ما هو السيناريو الحل بالنسبة ليكم؟ كيف يمكن أن تفاعل هذه الأطراف الليبية فيما بينها للوصول إلى مخرج سلمي؟ السيناريو الحل في تقديري هو أولا تحقيق تقارب على مستوى تقارب دولي يعني في تحقيق تقارب بين مصالح القوى الفاعلة والقوى التي لها علاقة مباشرة بالأزمة الليبية من ألجل دفع كل الفرقاء في الداخل الليبي إلى تحقيق قاعدة من التفاهمات وعلى أساسها يتم بناء الدولة الليبية كذلك يجب أن تكون دول الجوار عنصرا فاعلا في تحقيق هذا التقارب يعني في الأساس لأنها الدول المعنية بشكل مباشر في هذه الأزمة طبعا بالتعاون مع المنظومة الدولية لهذه الهيئة الأمم المتحدة التي أصبحت ليس فقط في الأزمة الليبية ولكن في العديد من الأزمات رهين التجاذبات للقوى السياسية والقوى الدولية الكبرى سيد إبراهيم محمد ما رأيكم؟ فيما يتعلق بالحل سبق وأن أشرت إليه وأنضم إلى السيدة الزميل وهو التمسك بالاتفاق السياسي المبادرة للدول العربية خاصة لمبادرة دول الجبار مصر والجزائر وتونس يعني اكتفاء المجلس الرئاسي بأنه يرفع المعنى عن المواطن فيما توفير الضروريات خاصة السيولة والكهرباء والضروريات يعني للمعيشة إلى حين وصول إلى اتفاق سياسي بالإمكان تعدى الاتفاق السياسي إلى المرحلة الدائمة والوصول بنا إلى دستور عبر الضغط على هيئة سياغة الدستور للخروج بدستور ليبي يمكن الاستفتاء عليه وبالتالي يمكن إرساء قواعد دولة بشكل دائم شكراً أستاذ إبراهيم محمد أشكرك جزيل الشكر على قبولكم الدعوة عبد القدر الدريدي شكراً لك بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الأسبوع القادم بحول الله نبحث في خلف مشهد جديد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر